جماهر نادي الكويت واليوم برات يعني نقول مصيرية بين الكويتاوية والقادساوية ياخذها اليوم الكويت يريح نفسها يريح جمهورها ياخذها القادسية ندش في حسبة ولوية صح ولا لا الاقرب حق الفوس بإذن الله بإذن الله بإذن الله بسعود اليوم إن شاء الله الشباب يخلصونها شفنا احنا الكوارت الأول زي كان لعب حق نادي الكويت وكان مدين بس جاويا هنا في نرفزة لا ما في نرفزة بس هذي مبارات الكويت والقادسية دايمن شذي نزين تلقاها بأي لعبة عصاب نزين القدم طائرة يد نزين لعبة جماهيرية صارت حلوة نزين بين ناديين نزين دايما التنافس بينهم حلو كأمكانيات بصراحة أنت بتابع السلة زين ممكانياتك مفضل للقادسية أفضل هالسنة ممكانيات نادي الكويت ممتازة القادسية نزين فيه دروب كبير أنا نشوف هالسنة مو القادسية اللي تعودنا عليه و الفريق البطل من قبل عرف شون كم سنة بس دير عوين يروح بدنا الله بدنا الله عن العميل إن شاء الله اليوم خالصين بدنا الله أبو سعود سامعة واردعين ثمانية وثلاثين والقرة مع عبدالله سالمين إلى ممشاري الله بدهم يا بدهم والله يذكرني في أبو حسين بدهم من ثلاثيات شوف هذا ممشاري بدهم كويت والقادسية وكرة السلة واليوم إذا فاز لكويت نقول له مبروك درع الدوري إذا فاز الغادسية ننطر لكويت ومنه وكاظمة إذا فاز كاظمة سر دورة ثلاثية حشبة طويلة عريضة جمهور الكويت اليوم شو التمنون ش متعلقين يعني كأمال على هالفريقاء أول شي بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا توقع ما توقع أننا بنوصل لحسبة معقدة يعني إن شاء الله بإذن الله توقع اليوم الربع رح يحسمونها بالملعب ويعني شايفين فوارق شوي إمكانيات بس ربعنا شوي لو يستقلونها ما يضيعون يحاولون يركزون شوي على التوبوينت يؤخرون عن رميات الثلاثية اللي ممكن ممكن تصيب وممكن تخيب فأتوقع أنا اليوم يعني إن شاء الله بس شايف أنت فيه نرفزة فيه أعصابة أتوقع ما تحكم بالإمكانيات المباراة مهما يكون فريق ناقص فريق إمكانيات أقل مباراة تحكمها الأعصابة صح أتوقع مثل ما أنت قلت شوي فيه أعصاب الملعب قاعد نشوف شوي اللاعبين نرفزها شوي احتكاق قوي شوي بس إن شاء الله إن شاء الله ربعنا يحسمونها شايفين شوي نتيجة كبيرة الربع قادرين عليها إن شاء الله أقرب الدرع وين إن شاء الله كيفان بإذن الله بداية الشوت الثاني من المباراة بداية الشوت الثاني والكرة مع الغاتسية أمشاري بودهوم أمشاري بودهوم قلنا بدأ كان البرق ستعش نقطة رجع البرق إلى ست نقاب الغاتسية طبعا وصل إلى ست نقاب يحاول يحط لها ثلاثية رشاد ما يسجلها يأخذها ماركو ميليك ماركو ماركو وفاول فاول واليوم يعني نشوف كنتوا فارقين رجع الحين الغاتسية فارق نقطة واحدة خايفين من الغاتسية ولا مخايفين؟ لا أحنا دائما العميد ما يخاف من أحد إن شاء الله اليوم نخلص المباراة إن شاء الله إن شاء الله إذا فارق كان ستعش نقطة ويصير فارق نقطة لازم تخاف؟ لا لا إن شاء الله العميد دائما الحب الصعب كلها و العميد راح يخلص مباراة إن شاء الله وما تكون مباراة بالصالة حلو ما تحس إنهم مضغوطين اللعبين من الكويت خايفين في الامباراة الضغة طبيعي اكيد وكل شي حتى الطائرة ان شاء الله بناخدها باذن الله ما اخذين الكل يعني الكل المكوش على العموم العميد بداية الربع الثالث من المباراة كرة مع الاسباعي فهاد الاسباعي اللي غايب اليوم فهاد ويحط لها نقطتين شوف الاسباعي اول نقطتين اللي فهاد الاسباعي تعادل تعادل يسجل التعادل ولما يسجل رشاد ويسجل التعادل تعادل ستة وخمسين ستة وخمسين ودائما مباراتكم مع الغادسية لها طعم لها طابع خاصة نعم نعم هذه نفس المباراة هو العربي والغادسية كانوا يلعبون عنها هي اللعبة حماس الكويت طال عمرك والغادسية سلة حماس ديربي ديربي نقول ولا كلاسك نعم ديربي إن شاء الله الفوز للكويت حلو بش الفريق اليوم الكويتاوي مضغوط هي والله مضغوط بدنا الله إن شاء الله الفوز للكويت حلو نعم بش يعني انتم كنتوا فارقين الحين نتيجة متعادلة متقاربين متعادلين اقما كنتوا فارق عشرين نقطة صادوكم نعم القادسية غوية شوي وإن شاء الله ربنا يفوز عليهم بدنا الله حلو العميد قادر على هالدوري ولا يأجل الامبارات كاظ لا لا إن شاء الله قادر وايضا في الربع الثالث الضيع واحدة والكورة مع عمشاني تسعة وخمسين تيمانية وخمسين الله عبدالله سالمين عبدالله سالمين جمعين الكويت كان فارق الكويت بكثير تعادل الغادسية رجع فارق الكويت بنقطتين صعبة المبارات صعبة فعلا كان فارق خمستاشر والنبارات يعني الله يصدر بس إن شاء الله يعني نعود إن شاء الله الغادسية ما عنده باللياقة يعني ما واضح ما عنده باللياقة بس الحين طالب طايم أوط المدال من الكويت إن شاء الله نعود إن شاء الله بس دائما براياتكم مع الغادسية يعني شد وجد ما تنتيه بلحظة ولا تفيد اللياقة ولا تفيد الفنيات صح بس إن شاء الله نحسمها اليوم خلاص الدور إن شاء الله اليوم نحصل إن شاء الله حلو بإذن الله أحسنا فريقكم مضغوط يعني الغادسية ما عندنا شي خسرة فاز أجل للكويت صح حتروا قصروا من القدمة وبراء فاصلوا يعني فيه أمل إن شاء الله الحمد لله الكويت يقضوني حزبا إن شاء الله تعادلوا الحين رجعوا وتعادلوا لا إن شاء الله الكويت لست فيه شيء تاني إن شاء الله آخر شيء الدوري أحب يكويت في المبراه هذه إن شاء الله باش على الغادسية صعب الكلمة لا 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 لما تغابل في الرجل ثاني ممكن لا 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 منهم يأخذون الدوري القادسية لا القادسية العام ما أخذ يخذها في أغباء من هو بطل الدوري الكرة معه الخباس أخسين الخباس يحاول يمور يمور أسأل الله مخرجنا فهد المطاري خنشوف خنشوف شوف الله هذا 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 ما الانبياي هذا لاعب الانبياي ماركو ماركو ميليك أنا ركبتون فامي الخضرة طبعا للحين وصلنا للكوارتر الأخير شفنا تقدم حق الكويت رجع الغادسية فرق القادسية شوية فريقين مستوى متقارب يوم بعض أكيد الفريقين مستوى متقارب معنا الكويت تقدم بس أنا أعتقد التغيير ما ساعد نادي الكويت على أثناء القادسية يقدر يتقدم وأعتقد المباراة حساسة بالنسبة للفريقين الكويت إذا فاز أنا أعتقد راح يكون لدور كبير أنه ياخذ دوري والقادسية إذا فاز راح تكون لفرصة مواتية مرة ثانية إذا القادسية إذا خسر الكويت من أحد المطارق المحترف يفرق في كرة السلة مو شايفين المحترف اللي يفرق في ملعبنا ليه؟ والله يعني على مراحل طبعا كل ما بغيت محترف زين يدفع زيادة فأنا أعتقد اللي يلعبون اليوم النادي الغادسية والمحترف الهديد السربي مع النادي الكويت أنا أعتقد من أفضل اللاعبين المحترفين حاليا اللي يلعبون مع الفريقين أين عم؟ شايت توقع؟ يحسمها الكويت ولا يجلها الغادسية؟ والله ما دي صراحة يعتمد طبعا ظروف الفاولات وظروف كل فريق ومدى التجانس والإصابات لأن ناحية فهاد تعور من الغادسية إذا فهاد ما رجع للملعب فنعتقد وضع اللي سيغرى يكون صعب والكرة مع راشد رياض والمطيري ماركو مليك مع الكرة إلى المطيري المطيري والضيع الرباح الله راشد رياض الماسترو الماسترو على الطائر شوف تشوف المطيري وتبيع لكن راشد رياض الماسترو يحطى نقطتين أربعة وسبعين تسعة وستين الكويت منقدم نحميدي نحميدي مارتاني عبدالله سالمين اطبيع يا قناباركو نبنينا حلوة الله يا سلام يا سلام